اشتركوا في القناة في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا رفضه أنس فهمه إرشا وبه تشفى مهجة وخوى فهنيئا لمن له من هزا في هدى يحيا حياة همية بسم الله الرحمن الرحيم الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير الأمور أوسطها عبارة نتداولها كثيرا ودرجة على ألسننا فأوسط الشيء ما بين طرفيه فكم من أمور ضاعت عند وضعها على الطرف هذا الموضوع كيف نسلم منه السلامة من الغلو والتميع مع شيخنا حيرم دغريف ليتفضل جزا الله خير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن من خصائص الإسلام الوسطية والوسطية هي التوسط والاعتدال هي التوسط بين أمرين متقابلين أو أمرين متضادين بحيث لا يأخذ أي طرف لا يأخذ أي طرف أكثر من حقه والله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأنها أمة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون والأحاديث في هذا الباب من السنة النبوية الصحيحة كثيرة وكثيرة جدا لا يتسع لها هذا الحيز الزمني المخصص لهذه الحلقة من ذلك حديثه عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه الذي أخجه الإمام أبو داود يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين هذه هي الوسطية تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين ومما يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعضهم ينسب هذا إلى علي بن أبي طالب والعلم عند الله تعالى أنه قال قصم ظهري رجلان فاجر متهتك وجاهل متنسك فاجر متهتك هذا منخلع من الديانة وهذا الذي يمثل التميع الذي ذكر في هذا العنوان فاجر متهتك لا يعرف للقبلة وقارا وكل همه وكل ديدنه أنه وضع نصبع إليه هذا الدين وهذه الملة وهذه القبلة وحملت هذا الدين والدعاة لهذا الدين جعلهم هدفا له وعدو لهم فهو يسلط عليهم يتسلط عليهم في كتاباته في منشوراته في قنواته في كل أموره فهو طابور خامس وسوسة تنخر في جسد هذه الأمة فهذا سفيه والسفيه إذا لم يأخذ على يديه بارك الله فيكم قد يغرق السفينة كما يشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في حديث النعمان بن بشير مثل القائم على حدود الله كمثل الواقع فيها فاستهموا يعني هؤلاء الركاب استهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فقال الذين أسفلها لو أننا خرقنا في نصبنا خرقا حتى لا نؤذي غيرنا لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يستقوا الماء يمرون على من فوقهم فربما أصابهم برشاش من الماء فاخترعوا هذه الفكرة فقالوا نحن أسفل السفينة لماذا نسعد إلى السائل للطابق العلوي ثم نأخذ الماء ثم ننزل بالماء ولعل هذه الماء يصيب أولئك الركاب حتى لا نؤذيهم تعالوا بنهاة ائتوا بالفأس ونخرق خرقا في هذا الجدار هو حقنا فبدأوا بالمعاول يضربون فسمع الركاب الذين هم في الطابق العلوي هذا الضرب بالمعاول والفؤوس فنزلوا إليهم فقالوا ماذا تفعلوا؟ قالوا هذا نصيبنا وهذه حريتنا سيونس هذه حريتنا لماذا تنزعون في حريتنا؟ فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرق هذا الثقب نجوا جميعا وإن تركوهم وسلموا لهم بما ادعوه من أنهم أحرار ثقبوا ذلك الثقب ثم يدخل الماء على السفينة فتمتلئ بالماء وتنزل إلى قاع البحر وهلكوا وهلكوا جميعا فهذا هو السفيه الأول السفيه الثاني الذي عناه عمر جاهل المتنسك هذا بعكس الأول هو متدين لكنه جاهل لم يجلس إلى العلماء لم يثني ركبتيه في يوم من ظهره عند أهل العلم لم يحقق المسائل وإنما طلب العلم يوم الاثنين وعلم يوم الثلاثاء وأفتى يوم الأربعاء وجهل تسعة وتسعين في المائة من آئمة الإسلام سلفا وخلفا فلم يبقى على وجهه البسيطة لم يبقى على فوق الأرض وتحت السماء ناجي إلا هو وعلى مشاكلته أما بقية الناس فإما هو مبتدعون أو ظلون أو منحرفون أو مشركون أو إلى غير ذلك من أمه فهذاني سفيهاني هما الذين قصموا ظهر عمر بن الخطر رضي الله عنه جاهل المتنسك فاجل المتهتك وجاهل المتنسك فلذلك على المجتمع الإسلامي أن يقف في وجه هذين السفينين حتى لا تغرق السفينة وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت قدمي أحيل الكلمة إلى أخوي الفاضلين فلعل إن شاء الله يزيد في تفصيل هذه المسألة وتبسيطها بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله أحفظكم شيخنا بارك الله فيكم ولو سبحان الله من هذا المثال الذي انتهيتم به شيخنا الحكم على الناس هذا نموذج من نماذج التي تجد لبعض الناس فيها غلو ولبعض الآخرين جفاء وتميع مثلا التعامل مع العلماء بعض الناس قد يغالي في بعض العلماء حتى بالأخص إذا كانوا ممن يوافقونه الرأي فيغالي في حبهم وفي الثناء عليهم حتى ربما يرفعهم إلى مرتبتهم أعلى مرتبتهم ربما يجعلهم أئمة لم يعرف التاريخ مثلهم وفي المقابل هناك أهل التميع وأهل الجفاء الذين لا يراعون أقدار العلماء ولا يراعون حرماتهم التي أمرنا ربنا عز وجل لأن يعرفها لهم فاسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلموا بعض الناس لا يعطي للعلماء وزنا وقيمة هذا نموذج وإذاك سبحان الله من الأمور التي يدخل منها الشيطان على الإنسان أنه يحاول أن يجره إلى أحد الطرفين عجيب إما طرف الغلو وإما طرف التميع أما سلوك المسلك الوسط الذي هو المطلب في كل الأمور هذا سبحان الله يحتاج إلى مجاهدة وذلك ربنا سبحانه يقول في مساء الإنفاق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط يعني ما يمكن أن يكون يعني الشحيح لا تجعلك مغلولة إلى عنقك هذا مقصر جدا في مساء الإنفاق ولا تبسطها كل البسط ينفق بلا حساب فتقعد ملوما محسورا فلذلك في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذم أهل الغلو يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثة متنطعون مغالون يقول صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فيحذر الله تعالى هؤلاء الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام أهلك من كان قبلكم الغلو وحذر ذكر لنا ربنا عز وجل من أمثلتهم أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذا التوجيه الرباني جاء ليصم السبيل الوسط بين غلو النصار وجفاء اليهود النصار الذين غالوا في عيسى عليه السلام حتى ألهوه واليهود الذين جفوا حق عيسى عليه السلام فاتهموه بما يتنزه اللسان عن ذكره وهو منه عليه الصلاة والسلام نبي عظيم من أنبياء ربنا فالتفريط والتميع مذموم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في الصلاة أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي أوقت الصلاة الأخرى فبين في أين يكون التفريط حتى لا يضيع الوقت أكثر في التنظيم أنا أعطي أمثلة ليفهم المتابعون هذا الأمر مثلا في مثالة العبادة بعض الناس قد يغالف التعبد حتى ربما يترك يترك أعماله بيدعوه أن يتفرغ العبادة وفي علاقة بربي عز وجل أو يترك بعض المباحات وبعض الطيبات بيدعوه أن يتقرب إلى الله عز وجل الحسن البصري رحمه الله مرة كان يأكل هو بعض من معه شيء من الحلوى متع الحياة الطيبة فمر به أحد فقال تعالى يتأكل قال لا لا أستطيع أن أؤدي شكرها يعني وقى أني لست أقول أن يومئذين عن النعيم قالك لا أستطيع أن أؤدي شكرها فقال الحسن البصري رحمه الله يا أحمق وتستطيع أن تؤدي شكر الماء البارد يعني يبدأ لك يا هذه ما سأدي الشكر ديالها زي ما الماء البارد لما تشربه وتستمتع به تستطيع أن تؤدي شكرها أي تنعيم تستطيع أن تؤدي شكرها ناجي كله فهذا مثال الغلو وهو مثاله النبي صلى الله عليه وسلم عاب على أولئك الرهد الذي نجاوا إلى بيته يسألون عن عبادته أحدهم يقول أنا أصوم ولا أفطير والآخر يقول أقوم الليلة ولا أنا من آخر لكن بالمقابل هناك من يفرد في الدين ربما يستهون بصلاةه يقول لك الله غفور رحيم والدين يسر لا يؤدي زكاته الله غفور رحيم والدين يسر يأتي كل مبقات ويقول لك ويقول لك ربما يعبده والخارع يعطي كل شيء للعبده ويخليه سيدة ربي والو مع أن هذه أصلاة مخصصة شكون فهنا بل من سؤال فهم أنه شيء يتقع بعض الناس هذا كل الذي يوصلي ويعبد الله ويتقال شيء متشدد ما هو متشدد هو أنه يصلي صلوات في المسجد ويقرأ قرآن ولا متشدد هذا فهم غلط أختي بمثال آخر مثلا في التعامل مع أهل الكتاب مع الكافر غير المسلم بعض الناس يغالي في التشد ويتشدد في التعامل مع الكافر حتى إنه فما يرى أنه ينبغي أن يعتدع عليه ويرى أنه ينبغي أن تستحل أمواله ودماؤه رغم أنه كافر لم يؤذينا ومعاهد ملأ إشكال فيرى أن يعتدع عليه هذا من الغلو المذمم وكان بعض الناس عندهم هذا أنا الكثير أسأل عن بعض في بعض البلاد تقول لك أن نأخذ المال ذكر كافر بالله وإن أخذ ماله أنا نحتال عليه بالمقام هناك أهل التميع اللي تقول لكم أخوتنا وأحبابنا ولا فرق بينا وبينهم وكنا دخلين جنة وبالاحترف الكافر تقول لك لا يمكن أن تقوله وبالبعض يزيد الأمر تميعا فتقولك لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني وحدة الأذيان فهذا مثال التميع وهكذا فإذا سلوك المنهج الوسط هو المطلوب لا إفراط ولا تفريط أي شيء إذا خاج عن المنهج الوسط أصبح مذموما غيش شجاعة إذا زيت عن حدها أصبحت تهورا وإذا نقصت أصبحت جبنا وهكذا فلزوم المنهج الوسط أمر لا بد منه أحسن الرضائية وهذه الأشياء وعلى حرية شخصية كل أحد هذه الأشبغة فلوب المسألة هو التسمية الأشياء بمسمياتها ولهذا فضل سيدنا آدم الذي علم من ربه وهذا مهم جدا لقدر وشرف ومكانة الأمر أن الله هو الذي علم ولابد الإنسان أن يدرك هذا المسألة أنك أنا كإنسان معلم من السماء ابتداءا قضية تعليم السماء كان لوب الأمر هو في تسمية الأشياء بمسمياته وعلم آدم الأسماء كلها فبالتالي لما سمى الأسماء بمسمياتها قلنا سجد وقد قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا فبالتالي هذه المسألة منضبطة حال وقوع سيدنا آدم في المعصية فتلقى آدم من ربه كلمات فبالتالي بقى عندنا الأمر مرتبط بالكلمات مرتبط بالأسماء سيدنا إبراهيم لما سمى وعمل بالأسماء وعمل بالكلمات صار إماما وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن لما أتم الكلمات أي عامل بمصطلح وفى كما يعني وصفه ربه سبحانه قال إني جاعلك للناس إماما هنا شنو يعطيني ندلي في الوحد مسألة مهمة ذكرها ابن القيم في الفوائد قال أن اكتمال سعادة الإنسان هو باكتمال قوته القوة العلمية إرادية عملية هنا أعطانا هذا البعد للتوازن فجابوا مني جابوا استقاه من سورة الفاتحة المقدمة صدرت الفاتحة كما لا يخفاكم بقضية الأسماء وصفات ربنا فدل على أن هذا أعلى علم يعطيني التوازن وهو العلم به سبحانه وبحمده ثم قضية العمل بمقتضى الأسماء هنا أعطاني العلم ولهذا صنف ابن القيم في قضية السرط الذين أنعمت عليهم قال المنعم عليهم في الآية هم الذين عالموا وعملوا فأعطانا هذا البعد للتوازن لما تخليش عندي قضية التميع وما تخليش عندي قضية الغلوف الدين ثم المغضوب عليهم هم الذين عالموا ولم يعملوا لأن صورة صورة البقرة التي تلي تتناقش في لبها في خيطها الناظم قضية العمل بالآيات تسويفهم وكذا ولهذا سميت بشيء وحيد بعد تلك وبعد تسويف ومماطلة وكذا عاملوا أنهم دبحوا البقرة ثم قضية المغضوب عليهم أنهم عاملوا دون علم فالضابط في قضية التميع وقضية الغلو وهو أن نعمل بما علمنا من الوحي هذا خيطه الناظم في الباب ثم إلا ننتقل المستوى آخر في هذا الباب وعلينا نحكي وحي طرفة ونلطف بهذا الأمر وهو ذك الشاب اللي دخل كما ذكر شيخنا قرأ نهار اثنين وبدأ نهار ثلاث كيفتي فهو خلق يلا تذين ولتازم شي شوية خلق أخوات يتفرر شي فيه الملاد تشاهدون المنكرات هرست الفازة ضرب جاء الأب في الليل ما الكبرى هنا دخل عندك يضرب فيه الغريب في الأمر والمضحك في الأمر هو أن الأب يضرب في الولد يجليده وهو يقول أحد أحد يسهر سيدنا بينا هذا طام ما الكبرى إلا انتقلنا للمستوى آخر في قضية الغلو وفي قضية هذا التوازن هذا الوسطية حقا أنه في باب الأشياء ابن القيم كذلك يذكر في الوابي الصيب قضية التوازن في باب الشكر هو يتكلم على مستويات حقا عميقة جدا وانا سأقف عند مستوى المستوي قال الشكر شكر الله عز وجل هو جريان نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا فأعطانا البعد الجوارح لمستوى اللسان ثم انتقى المستوى أخير قال وعلى جوارحه قيادا وطاعة يعني يعطىك الله هو حق السيارة فتشكر الله على مستوى اللسان ثم هذه السيارة ما تمشي إلا فيما قضاء حوائج الولدين الوليدات كذا المسجد أشياء التي ترضي ربنا تستعمل فيما يرضي الله فيما يرضي الله المستوى الذي أنا محل شاهد عندي هو المستوى القلبي وقال على قلبه شهودا ومحبة فتكلم لنا قال وعلم أن في طريق سيرك إلى الله تصل فهذا بين مشاهدة المنة أنك ترى الفضل والمنة والعطاء وما بك من نعمة فهي منه سبحانه ثم هنا يقدر يبقى إغالي الإنسان ويبالغ في مشاهدة المنة وينسى تقصيره فقال أنت بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل فيعطيك هذا البعد إليش فيتغير العيب غدخل في جلد الذات غدخل في اكتئاب إنما النجوة من الشيطان ليحزين الذين أملوا تشوف رأسك مفرط مصالح الوالو ما عندك كذا ولكن هذا التوازن بين مشاهدة المنة الذي يفضي بك إلى محبة الله وبين مطالعة عيب النفس والعمل الذي يفضي بك إلى الذل فيقول لي قضية المحبة والذل قضية المشاهدة المنة ومطالعة العيب يعطيك هذا البعد للتوازن هو جه من سيد الاستغفار وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فإعطانا هذا البعد للتوازن حتى في المستوى القلب بين تمييع وبين صرف غلو وتفريط في دين الله الله يوفقنا وصلا الله ماشاء الله وصلا الله ماشاء الله متوازنين كبوري كفير ماشاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعض بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمونه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين في رحاب القرآن طاب اللقاء وحلال ود بيننا والإخاء وعلى رابعنا قام الصفا حين هبتنا سائم أخاوية في كتاب الله الهدى للا نام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقاب حين تتلى الآيات منه نديا حفظه منس فهمه إرشا وبه تشفى مهجة وفوى فهنيئا لمن له من هزا في هدى يحيا حياة هنيئة نسمات أخاوية نسمات أخاوية نسمات أخاوية